السلام عليكم مستشار جماعي يتسبب في مقتل طفلتين أدت حادث السير وقعت ليلة أمس الخميس على مستوى جماعة لودايا بإقليم الراكش إلى مصرع طفلتين تتراوح أعمارهما ما بين سبعة و أحد عشر سنة وذلك بعدما دهستهما سيارة يقودها مستشار جماعي سابق ولذى بالفرار إلى وجهة مجهولة قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي بلودايا من اعتقاله بشيشاو وأكدت مصادر مطلعة أن الحادثة المفجعة لم تترك الفرصة لنجاة الطفلتين حيث فارقت الحياة في الحال بسبب الاستعدام القوي الناتج عن السرعة المفرطة وعدم الانتباه فيما رجحت مصادر أخرى أن يكون سائق السيارة في حالة غير طبيعية بسبب احتسائه للخمر وأفادت ذات المصادر أن حالة من الاحتقان والغضب العارم تسود وسط المئات من ساكنة الدوار الذين تجمهروا أمام المركز الترابي للدرك الملكي لودايا وذلك بعدما تم تشييع جنازة الهالكتين بعد صلاة الجمعة فيما بشر رجال الدرك الملكي الإجراءات اللازمة من أجل التحقيق مع المتهم والكشف عن أسباب الحادثة المؤلمة